في اطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة نظمت امانة محافظة الغربية لحزب حماة الوطن مؤتمرا جماهريا بحضور الفريق جلال الهريد رئيس الحزب وعدد من القيادات والاف المواطنين وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من انجازات المؤتمرات تتوالى ان شاء الله في اطار خطة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة ليكون مظهر المصريين مظهر حضاري ينم على مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم لان المصريين طبعا في اطار التحديات الموجودة حول مصر بالكامل يعني المصري ما بشعر بالخطر بينحز الى دولته والى قيادته السياراتية انت لما تدلو صوتك ده حق لك وواجب عليك وتخلي عنه غير مقبول بأي شكل من الاشكال وكل سقة في اللي احنا عاملينه النهاردة هيصل للمواطن وهجد المواطنين في يوم 10 أو 11 و12 ديسمبر ان شاء الله يتسابقون على اللجاء الانتخابية للإدلاء بأصواتهم هو اليوم مهم فعلا لانا وانا داخل لقيت مجموعات كبيرة جدا من الجمهور والشعب الطنطة واعتقد ان الناس جاي بوعي كامل بأهمية هذا الحدث وفي نفس الوقت ده بيدينا الاحساس بان ان شاء الله في ايام الانتخابات هيكون في حضور كبير بالنسبة للجمهور سواء هنا او في محافظات اخرى المؤتمر عمل على ابراز انجازات الدولة المصرية واضاح ما تواجهه من تحدياته كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابية واهمية المشاركة الفاعلة موسيقى 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 من هنا ان شاء الله للناس كلها ندعم السيد الرئيس في 10 و11 و12 ان شاء الله جايين اشان نسبة العالم كلنا نحن خلف القادة السياسية ونسبة العالم ان شاء الله ان مصر في امن وامان واحنا طبعا وراء الزعيم وشوفنا الانجازات اللي حصلت الفترة اللي فاتت يعني الحمد لله سواء في البناء او في الزراعة او في الصناعة كل ده على مرأة ومسمع من الناس بداياتا طبعا حزب حماة الوطن هو اول حزب سياسي دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلبه بضرورة ان يترشح لفترة رئاسية قادمة لإيمان الحزب بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللانجازات التي قدمت خلال العشر سنوات الماضية بأكد لك ان مركز طنطا ومحافظة الغربية هيكونوا من اوائل المحافظات اللي بتحقق نسب مشاركة عالية جدا في الانتخابات لان الشعب الطنطاوي شعب واعي محافظة الغربية هي احدى المحطات في رحلة الحزب لدعم السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة والتي تنطلق بدافع المسئولية الوطنية التي تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من اجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات اشتركوا في القناة